اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اولا اذا كان الموضوع موضوع العباسية ووزارة الدفاع فالموضوع ليس جديد لكن هو ان كان بقى فيه تركيز اكتر وخطور اكبر في الفترة الاخيرة خاصة الاسبوع اللي فات وطبعا البداية انت تفاكر احنا ان في بداية الثورة كان فيه هناك قصد للقضاء على المؤسسة الامنية وقد تم لمن اراد سوق من الداخل او من خارج المرحلة التانية كان لازم يحصل عامل استدراج للمؤسسة العسكرية للخطأ ودخولها فيه مشكلة مع المجتمع المادني لده لاستكمال اسقاط الدولة والكلام ده مش مش كلام شعارات احنا خلال السنة ونص المتابع يتأكد من ان هناك قصد او خطة لسقاط مصر وحنا عندنا اذا قلنا مين اللي عاوز فكتير بر وجوه لو وصلنا احنا للمرحلة الاخيرة اللي هي اللي حصل اسبوع اللي فات انا بعتقد كانت البداية ولد ابو اسماعين لما راحوا واعتصموا وحصل تطاول على اللجنة العليا للانتخابات وانتقلوا من هناك لمحيط وزارة الدفاع وما صدرش الحياة لا انا ابو اسماعين ولا حد من العقلاء في هذه المجموعة وهذا الطيار ان يا جماعة الكلام ده مش مفيد خاصة ان الجميع بيدعي في طلباته ان لازم يمشي المجلس العسكري لازم يسلم لحكومة لرئاسة مجلس مدني وسلطة مدنية هذا كان طبعا لأي حد عائل وأي حد عنده ألف به سياسة يدرك ان الكلام ده مش منطقي فبدأت بي مش منطقي في الوقت الحي انه فاضل شهر على الانتخابات خلاص لكن كان منطقي قبل ذلك على فكرة للشهر المصريين في خارجها صوات يوم 11 خمسة يعني ما فيش كم يوم بعد كم يوم والعملية ما عاديش ترجع الوارة تاني فالمهم جون بتوعب اسمعين وقعدوا وكان فيه نوع من هم الحقيقة اللي حصل لحازم أبو اسمعين وأي حد يحصل له الكلام ده بيشعر بالالحاب ينوع من الخزي لأن تضح نوكدبين فكنهم من التمسك بالباطل الحقيقة فضلوا موجودين لغاية يوم الأربعة أنا بعتقد أن الأربعة لما ادخلت الشرطة والشرطة العسكرية لإنهاء الوضع لأن أدركوا أن هناك قصد من تصعيد الموقف لحد يوم الجمعة علشان يجمعوا عليهم الناس اللي في التحرير ويحصل الاقتحام لزارة الدفاع هذا الكلام طبعا أنا بعتقد أن المصلحة فيه دائما أبحثي عن اللهم مصلحة اللهم مصلحة الأول كانت البداية لولد أبو سماعين الثاني أنا بعتقد أنهم كانوا الإخوان المسلمين حتى لو كان الكلام ده بيزعى للناس لكن أنا بقى رواقع حاصل من اللهم مصلحة فيه تكسير أو هدم المعبد بالكامل النهاردة أنا بعتقد أنهم كانوا الإخوان ثم انضم عليهم كل واحد بقى وكل فئة كان لها رغبة فيه أنها تقول كلام بدون واقع الحقيقة أو كلام مش مصبوط طيب أنا مش عايزة يعني برضو استفيد في فكرة الإخوان والسلفين تحديدا في الموقف ده لأنه أنا من الناس اللي متلقبط أنا بقيتش فهمة يعني بقيتش فهمين وفكرة المخطط وحرق مصر والتقسيم على الرغم أنه إحنا شايفين مؤشرات بس إحنا مش فهمين ليه فكرة اللي نسمعنا في الأول ليه وعدم وجود إرادة سياسية مش قادر يمنع ده وحن بتكلم على قبضة حديدية وبنتكلم على فعلا إرادة حياة إزاي إحنا مش قادرين نمنع ده ده بنسبالي برضو علامة استفهمة أنا بقيتك في الجزئية دي الأول مرة أنا شوفي قرار بمرهمة بتاع المجلس العسكري حظر التجول والإصرار شوفي لا المفردات بتاعات البيان والظابط اللي ألقى البيان وقوة التعبير عن البيان ثم أنا عارف إن مبارح كان فيه تطبيق حاسم وحازم لموضوع حظر التجول الكلام ده ده قرار نتأخرنا فيه سنة ونص الحقيقة لو حظر التجول من البداية كان خد نفس السياق لا كانت مصر اختلفت لأنه أعتقد البداية البداية ما كانتش موفقة مش ما فيش إرادة سياسية يبقى المجلس العسكري أنه يطبق ويظبط ويمشي الأمور لا هو في يقيني المجلس العسكري ما هوش عاوز يدخل في في صراع مع المجتمع المدني خاصة في حالة غياب الدور المؤسسة الأمنية المنط بيها حفظ الأمن في الدولة موصل غياب المؤسسة الأمنية ده برضو علامة التفاهم ليه في سنة ونص لا هو فيه شغل لا هم أشوف عشان نبقى منصفين الأمن اشتغل خلال تربع شهر الأخيرة لكن قبليها كان مكانش تقريبا في شهر وده راجع لأسباب في صدمة نفسية عند المؤسسة الأمنية والضغوط اللي حصلت عليها كانك عاوزة تسألي يعنيك فيه سؤالتين قولي عاوزة تقولي لا ما فيش عايز بس ساني يا حسن مش عايزة ندخل في نفس لا إحنا النهاردة شوفي نحن النهاردة أمنيا أفضل بكتير من السنة وشوية نحن أفضل لكن أنا معاك في أن المؤسسة الأمنية يجب أنها يبقى فيها شغل أكتر من كده لأن فيها أماكن مش مفاعلة فيه شغل مش مفاعل مئة في المئة لكن في كل الأحوال لو فيه رئيس أول حاجة بيعملها أي مسؤول في الدنيا عندنا في مصر حتى لو رئيس التلفزيون لو رئيس القناة أول حاجة بدور على إيه بدور على الأمن بتاعه فأول رئيس أول مهيج رئيس مدني أنا أعتقد أن هما هيسند المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية بصرف النظر بقى المطالبات بفلتارة وزارة الداخلية عادة هيكلتها تطهيرها كل دي مفردات هيحكمها واقع إحنا بنعيشه في مصر وبتعيش وزارة الداخلية فإحنا بنقول إحنا وصلنا له النهاردة بالقرار بتاع مبارح أعتقد أن ده قرار في السياق الزمني اتأخر سنة وشوي طيب في السياق الزمني بقى فيه ناس بتشبه أحداث أمس بلانا كمان بنتكلم على الأمن وإن كان الأمن مبارح اللي هو الداخلية تحديدا ما كانتش مشاركة يعني بشكل كبير على الألف اللي تنقل على الشاشة بس اللي كان برا في الكواليس كان فيه تواجد للأمن والأمن المركزي وكان برضو يعني ليهم دور في شوارع الغمرة وفي العبية ده شغلهم وفرامسيس طبعا بس أنا بكلم على بلانا نتكلم يعني توجد الأمني فيه مقارنة ما بين أحداث أمس العباسي وعلى مدرر كم يوم اللي فاته وأحداث ماس بيرو محمد محمود واحد واثنين بورسعيد مصرح البالون وبتالي هم دول يعني بتربط بين الأحداث والفاعلين والفاعلين والمفؤول به المفؤول به والمطر المصري يعني هنقدر نقسم هقول لحضرتك على حاجة هناك تحليلين التحليل الأولاني أن كل دي فئات سواء كانوا المنتمين الحزب الوطني اللي بتقلع عليهم الفلول لأن مش من مصلحة في مجموعة ناردة في السجن عندها مليارات وأعتقد أن عندهم من المنطق يقولك طبعا أنا هعتفز بمليارات يعمل بقية طالما أنا في الآخر هموت في السجن أو هيحصل لي فما تستباديش الناس دي ما تستباديش الطيرات الدينية ما تستباديش كمان الطيرات الليبرالية أنت عندك الشباب الشباب ستة إبريل أو الشباب اللي عمل الثورة حس أنه تم تدويبه تم امتطاق كل المجهود اللي هو عمله جاء ناس تم تشويهم وتم تشويهم وتم تشوي أسانيهم وطرخهم فده النهاردة إذا بنقول اللي حصل ده كله وفي حاجة مشتركة فالمشتركة الزيادة النهاردة أن العباسية كان واضح جدا مين اللي بيشتغل على الأرض مين اللي بيقاوم وليه بيقاوم لكن إحنا لو يعني لو جبناها في حاجة عاوزين ناخد بالنا منها إحنا المصريين الشباب الجديد أو الجيل الأجال الجديدة غير الأجال الأمليكية بقى عندنا عمف أكتر الإحساس بالولاء والانتماء للوطن بقى أهلي بكتير منظومة القيم الأخلاقية قلت بس كل ده أنا شايف أن ده نتيجة مش سبب يعني أنا شايف أن كل ده نتائج لأنظمة قدرت أنها تخلي الانتماء أغنية بس أنا في الآخر الانتماء هو تأمين صحي وأكل كويس وعيشة كويسة ونومة كويسة فلو ده مش موجود ما حدش كمني عن وطن وبلد أنا معاكي في أن إحنا كان عندنا منظومة فساد تم الحفاظ عليها زي ما قلتي تم الحفاظ عليها وصلتنا للي إحنا فيه لكن أنت ما تجي تحليلي المصرح النهاردة وهو مصرح عبسي لا تستطيع أنك أنت تحطي تحليل مظبوط أو تفككي الواقع عشان ترجع تربطي وتخرجي بنتيجة أو سيناريو محدد للقادم لا هو البني آدم في مصر تغير بصرف النظر تغير للأفضل أو الأسوأ لا منظومة القيم عندنا تغيرت أنت شفتي وأنا قلنا الكلام ده أيام أحداث ما سبيره قلنا أن الأول مرة اللي بقى فيه في الأقباط معادش يا عم يعقوب وخالت أمال يا بتوزمان الناس اللي هو عيب يا ولد ده خالك ده عمك معادش الكلام ده إحنا شفنا الأقباط في العمرانية بيضربوا وبيحرقوا حرقوا محافظة الجيزة ونزلوا قطعوا أيوة ده ما كانش موجود في الأقباط قبل كده إحنا مش بننتقد سلوك الأقباط ده نعاوز أن أنبه لحاجة وإيامها من سنتين نبهنا أن خدوا بالكم في جيل جديد من الأشقاء أو أخواتنا الأقباط مختلف عن جيل أولاني ولذلك يجب أن نفهم قاعدة مهمة اللي هي بنصيغ منها المواطنة محدش في مصر مأجر مفروش كلنا صحاب وطن إذن البداية كانت مع جيل الأقباط الجديد واللي عملوه في العمرانية وبعدها في المحافظة وبعدها لما قطعوا المحور تحت الدائري ثم وصولوا إلى مسبيره برضو في جيل بالتوازي في باقي الناس في مصر سواء كانوا بقى إسلاميين أو ليبراليين أي أن كان التواجب برضو على نفس النسق الناس تربط بطريقة مختلفة مصادر ثقافة الجيل اللي بتكون سلوكه مختلفة عن البداية عن اللي كان موجود قبل كده أعتقد أننا ما استوعبناش الكلام ده ولذلك النهاردة ما تستغربيش أن اللي بيحصل النهاردة من الجيل الجديد اللي موجود ربما يكون بيعمل بندفاع ربما يكون بعدم وعي كافي ربما بدافع عقائدي لكن في النهاية اللي احنا عوزين نوصل له أن احنا وصلنا لمرحلة احنا بنحرق مصر بنكثر في مصر بنضغط على مصر طب تفتكري احنا رايحين فين؟ يعني أنا فاكرا أنا آخر مرة لما تقابلنا حياتك قلت ده مش آخر الأحزان يعني أنا فاكرا لما عدنا نتكلم قلنا يا ربك ويجعله آخر الأحزان قلت لك ده مش آخر الأحزان ولسه فيتك أنا قلت لك منطق الأمور إيامها قلت لك لما بيحصل زلزال دايما فيه تابعات فيه تابعات وقلت لك إيامها وذي في بداية الثورة إن اللي بيحصل مش الثورة اللي بيحصل دي كلها تابعات الثورة القادمة ولذلك أنا بقولك الشهر برضو اللي احنا فيه ده شهر حاسم جدا لأنك لما تبصي على الصورة هتلاقي احتمالات جدا أن يحل مجلس الشعب بعدم دستوري القانون المورش الحوز السياسي بكرة المفروض بيتهيال احتمال بكرة احتمال في توقيت تاني المجلس الشعبي الأداء بتاع الحقيقة أداء 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 لا يناسب الحقيقة خزلنا لأننا أنا واحد من الناس اللي ديت صوت أنا كمان أنا عايزة صوتي كأنه خزلني بقيت أحس بأننا ما أخذي معاه الكلام ده مش مصبوط يعني الانتخابات اللي جاية فيه ضغوط كبيرة من جوه من بره بالناس اللي داخل الانتخابات فيه عند قانون طوارئ هينتهي أو حالة طوارئة انتف تلاتين خامسة ما احناش عارفين بعديها إيه اللي ممكن يكون في التواجد أو قانونية دستورية التواجد القوات المسلحة في الشارع وإحماية الانتخابات هم شوما موجودين بمقتدل علانة دستورية ومقتدل صورة ومستوى التنازل عن حكم العلانة الدستورية ما تتركش لحاجة زي كذا لكن أي أن كان ما تبصي في اللي جاي اللي جاي فيه لاخباطة حصلة يعني تصوري أن الأسبوع الجاي أو بكرة مثلا هيصدر حكم الدستورية بحل بعدم دستورية ما بين الشعب اللي هو بيوناء ناجة هيحل مجلس الشعب والشورى بقى عندك ما فيش مجلس شعب والشورى بقى عندك حكومة أصلا المجلس الشعب مش راضي عنها ولا الشعب تاريخيا كمان نعم الشعب بداية ما كانش قوية فيه فئة من الشعب ما كانتش راضي عنها والمظاهرات أصلا متى مجلس شعب هم من اللي جابها والاعتصام مش اللي جابها الإخوان زي اللي جاب دولة طويل وعندنا النهار ده يقولك إحنا ما كان لنا الدنيا اتغيرت وظروف اتغيرت الكلام مش مزبوط هناك إصرار على القبض على مفاصل الدولة فيه صراع لفرض الإرادات السياسية والكلام ده معناه عندما يكون هناك صراع بين النخبة على فرض الإرادات السياسية اللي بيتطحن وبيدفع التمن هو الشعب إحنا عندنا النهار ده إحنا كنا قبل الصورة 80 مليون من شغل حساب 80 واحد في مصر النهار ده كأن مصر وكلها بتشتغل لحساب 8 قطاعات بتتصور نهار اللي بتقود الدولة هذا الكلام طبعا تهريج وعبس مش في صالح مصر إطلاقا يعني وانا قلت قبل كده وبأكد لو كل حد من الناس اللي بيشتغل ودوله جزء شيء من الأمانة شيء من الموضوعية شيء من الوطنية الأمور أعتقد السيناريو اللي جاي ممكن يبقى أفضل لكن لو احنا بنفس درجة التصعيد اللي ماشيين بها النهار ده لا ولذلك أنا بقوله تحسبا للجاي كم دا قلت الأسبوع اللي فات وبأكده النهار ده تاني المجلس العسكري أعتقد أنه عنده مهمة قوية جدا يجب أنه يعمل عليها خلال هذا الأسبوع يبقى فيه إعلان دستوري مكمل لأن لن ترضى الأغلبية أو الأكثرية بما اتفقت هي عليه مع باقي الأحزاب على موضوع اللجنة التأسيسية اتفقوا وخلصوا واللجنة الدستورية رفضت الكلام اللجنة الدستورية بتاعتهم ولذلك أنا بقول انقذل للموقف لأن اللي جاي هيبقى صعب للغاية يصدر مادتين أو أي مواد يمين مادتين يصدروا الأولانية تحدد سلطات الرئيس القادم لازم تبقى واضحة جدا عشان يبقى جاي يعرف هيعمل إيه وما نتركش لحد العبس المادة التانية المجلس نفسه يعمل معايير اختيار اللجنة الدستورية بحيث يجي الرئيس اللي جاي يبقى قدامه وعرف سلطاته إيه ويستطيع أنه هو يرجع تاني للمربع رقم واحد وما هو شايب أن يرجع للمربع رقم واحد يبدأ يعمل لجنة بمعايير حددها المجلس عشان يعمل دستور لأن كل ما مصر فيه النهاردة من مصايب سببه شيء واحد وإحنا قلنا برضو كلام ده محدد سمعي الكلام أن الدستور أولا الدستور هو الذي ينشئ المؤسسات عائدة وما احترمناش حكم محكمة دستورية طالع من 94 قال أن الدستور هو الذي ينشئ المؤسسات لكن اتفقت الأكثرية الإخوان المسلمين مع المجلس العسكري باللجنة اللي كان فيها كل اللي فيها أو معظمهم أو اللي كانوا مع الإخوان المسلمين وتصوروا أنهم بأنهم يعملوا لانتخابات أولا ثم الدستور هيحصلوا على الأفضل النهاردة لو بص في قديم الإخوان لن يجد شيء في السلة أنت حطيت القطار القاتلة هي الدستور من أول طلعت بار القطبان لا يمكن تمشي لا يمكن طيب دكتور سعد عشان برضو عايزة أرجع تاني لأحداث مبارح تحديدا وعايزة أتكلم على التظهر أمام المنشآت الحوائية ختاما عشان وقتنا بيخلص زي وزارة الدفاع أنا معرفش يعني أنا مش عايزة أنا ما شفتش بيان حد بيقول يا جماعة يلا اقتحم وزارة الدفاع وإن كان فيه على بعض البرامج القنوات الدينية الناس قالت ده روحوا واقتحموا هاتوا الزباط وعملوا فيه معرفش فيه حصل ده ولكن التهارات المدنية اللي أنا عارفة كتريحها تضامنا مبارح مع الأحداث ما كانش حد عايزة يقتحم وزارة الدفاع بعيدا عن ده تحديدا الناس لما تتظاهر أو تعتاصم حوالي منشآم المنشآت الحوائي ده في العالم كله بيتم التعامل معها ازاي يعني شوفي أولا ما فيش حاجة يسمعها تظاهر سلمي حصل خلال اليمن اللي فاتت إحنا سمعنا كلنا الكبار النخبة بتوعهم أو القاضي كان يقول حي على الجهاد سمعناها أكتر يعني حي على الجهاد واحد يطلع يقول واحد من الكبار يطلع يقول أنا سوف تكون هناك حمامات من الدم ثم حاجة تانية ودي معلومة مهش وأولينة مبارح فيه ناس تقبض عليها من قصائم عز الدين من بتوع عز الدين القسام كتاب عز الدين القسام فيه ناس تتماسكوا فيه أماكن قريبة جدا من العباسية فيها أسئلة بس قبل أن هم اللي تمسكوا دول هم دخلوا إزاي برضو أنا عندي تقصير من بداية بعد لا فيه عندك أنت فيه ظروف استثنائية ما فيه ظروف استثنائية أنا ما دخلش يعني أنت بدرع على الاتنين أنا ما شلش تلتمية من بتوع كم واحد تشيلوا من القوائم ما ترقبوا الوصول من أفغانستان وباكستان فأولوا صاروا خاص ودخلوا دخلوا ليه وتشيلوا ليه مش البناء أدمين كم البناء أدم ممكن تتوهي فيه لكن كم سلاح اللي دخل أهو طب قالي ده مش آه فأنا عاوز أوصل لمدان العباسية بقولك أن النهاردة أصلاحنا بنقول الدعوات الناس ما كم نوش عاوزين يقتحموا والناس مش عارف إيه طالما مسكت سلاح مسكت ناس أنت عارف أنا أنا بيفكرني أن يتمسك حد من بتوع الغزة الإسلاميين بتوع غزة مبارح يعني إيه بيفكرني أو بيديني الحق إن أنا أقول اللي حصل في مدان التحرير ومش كل اللي ماتوا ماتوا برصاص الأمن فيه رصاص تاني جريب لا ما أدرش أنا بقى يعني أنا بقول كلام أنا بقولك أنت وضحي لي وضحي لي أو ربطيني باللي اللي حصل مبارح اللي هي من اللي فاتت واللي حصل في مدان التحرير إحنا بنقول فيه ناس ماتت فيه شهداء كتير الكلام ده إحنا مقررين بيه لكن أنا بكلم في سبب ملوش دخل بالشهداء وأهل الشهداء والمزايدات بتاعت الناس السياسية أنا بكلم في جزئية فنية ده مش مدعاء أني خليني أرجع تاني أقول مين اللي أجر المفروشة الريبة من مدان التحرير مين اللي قاتل الناس برصاص ما هوش موجود له في الجيش ولا في الشرطة إحنا أصلي دي بلدنا يا عيدة تمام أنا فهم لازم يصارح نفسنا ولازم عندنا جرئة إن إحنا نقول الكلام ده فيه حاجة غلط حصلت وعلش أنا صارح نفسي لازم برضو أحسب مين اللي سمح بهذا من الأمن يعني بدخول الناس دي بدخول الأسلحة دي أنا ليه جاي على اللي قاعد على الأرض ما شوف اللي دخلوا من فوق مش دي قرارات بتدخل الناس دي ولا أنا همسك اللي بيدربنا أنت حدودك النهاردة وبرضو من المشاكل اللي احنا بنلفت نظر الناس دي طول بقاء الجيش جوه المدن الحية عمل لنا مشكلة لأن حدودنا ليست مئة في المئة وإحنا في ظروف استثنائية فإحنا الأمن القومي في خطر وإحنا بنسمع اليام اللي فاتت عن إسرائيل استدعت الاحتياط الكنيسة توافق من ثلاث ايام يعني الاحتياط ده هيروح فين أنت ما عندكش غير يا جابهيتك يا جابهيت سوريا ما هي لما الناس كانت بتطالب بأنه تسليم السلطة من كم شهر من فترة طويلة وأنه الجيش يرجع للثكنات وتحديدا ده علشان مصلحة الجيش وعشان مصلحة المواصلين هتسلم سلطة مين يعني أنا بقول من ضمن لأنا ليه بقول الجملة دي لأن الناس تم استخدام ده على مستوى الإعلامي بأنه عايزين يجيش تيب البلد يجيب هل ما حد شادر عيش من غير الجنين يجيب يجروح فين الجيش وإحنا ما رضيش عيش من غير الجيش في نقطة برضو هنبه ليها الموضوع اللازم نسلم أنا عاوز أقول للناس حاجة مهمة الناس ما بتقراش ارجع للمادة 56 في الآلة الدستوري الفقرة مكتوب فيها إيه تلقائي تنتقل سلطة المجلس المجلس على القوات المسلحة إلى الرئيس المدني حال انتخابه يعني إذا انتخابه يوم 11 مش 24 هتنتقل السلطة فأنا عاوز أفهم الناس لازم تقرأ والناس اللي بتقعد هنا عشان تتكلم لشعب ثقافته السماعية لازم تبقى أمينة في النقل في نقل المعرومات ما يعدوا سنة يقولهم مادة 28 مادة مش عارف إيه جابها لهم أول إمبارح الرجل بتاع المجلس العسكري يقول لهم إيه موجودة اللي حشد تقول أخوان المسلمين والنهاردة جاي يقول لك اطلع وقول المادة 28 إحنا مش عاوزينها ده أنت اللي كتبتها وإنت اللي حشدت عليها وإنت اللي قلت آه إحنا عاوزين بس إيه نبقى أكثر أمانة مع نفسنا بلدنا دي بلدنا دكتور سعد الزانتر رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا لي وكل الناس شكرا لسه بنكمل فقراتنا في نهارك سعيد وبعد الفصل هيكون عندنا فقرة نبتدي نتكلم كمان عن الأحداث مش بس العباسية بس كمان الوضع الحالي اللجنة التأسيسية المادة 28 تخبات الرئاسة تفاصيل كثير بعد الفصل خليكم معنا اشتركوا في القناة